السلام عليكم معك سائد يونس جميل أنك تقابل الأشخاص وتتعرف عليهم ويتعرفوا عليك ولكن الأجمل أنه أنت تتحول إلى شخص لا ينسى تطبع في ذاكرة كل من يلقاك ذكرى إيجابية تدوم للأبد يا ترا كيف ممكن أن تصبح هذا الشخص الذي لا ينسى هذا اللي رح نتحدث عنه في حلقة اليوم فتابعنا موضوع المهارات الاجتماعية موضوع واسع جدا والتأثير والمهارات الاجتماعية هي من الأشياء اللي أخذت حيز كبير في حديثنا على هذه القناة وفي عدد كبير جدا من الفيديوهات التي تتناول هذا الموضوع بزوايا مختلفة في حلقة اليوم رح نتحدث عن ثلاث أسرار هاي الأسرار بسيطة ولكن تطبيقها يعود عليك بنتائج رائعة تخليك صاحب تأثير مميز على الآخرين وصاحب اللقاء يطبع في الذاكرة ولا ينسى السر الأول هو أن تدع جسمك هو الذي يتحدث بالنيابة عنك بأنك تستخدم لغة الجسد العيون وحركات الإيدين في حوارك مع الآخرين حتى تبين أنك أنت شخص مهتم ومتفاعل الكلام الذي يخرج من الفم الكلمات إلها أثر بسيط جدا في التأثير على الآخرين الأثر الأكبر هو بالطاقة التي تأتي مع لغة الجسد أكيد مر عليك شخص مميز شخص لقاءه جميل وصاحب كريزما وأنت حبيته من اللقاء الأول إذا بترجع في الذاكرة رح تلاحظ أنه هذا الشخص كان حيوي كان في عنده طاقة كان يستخدم لغة الجسد في الحديث وهذا اللي يساعد بشكل كبير أنه اللقاء هذا يطبع في ذاكرتك فإذا أنت بدك تكون شخص لا ينسى في ذاكرة الآخرين حاول دائما أنك تكون ديناميكي متحرك وجسمك هو الذي يتحدث بالنيابة عنك لأنه الكلمات لها أثر بسيط لكن الأثر الأكبر دائما يكون للطاقة ولغة الجسد تذكر الأشخاص اللي أنت بتقابلهم في حياتك ورح تلاحظ أن الأشخاص اللي بيحكوا فقط بشكل عادي بشكل ممل بشكل برتابة بدون لغة الجسد بدون ما يكون في أي حركة بالعينين أو بالإيدين أو طاقة طالعة من الجسم بس كلمات هذا الشخص رح يكون لقاءه ممل جدا ورح تنسى شوحكة ورح تنسى الشخص ورح تنسى اللقاء أو يمكن ما تنسى اللقاء لأنه رح يكون كثير ممل فأنت تتذكر اللقاء لأنه كان ممل فحاول دائما تكون أنت الشخص الحيوي الأكتف اللي عنده دائما طاقة جميلة ولغة جسد تتحدث أكثر من الكلمات طبعا لو أنت بتحب تتعمق في هذا الموضوع أكثر موضوع لغة الجسد والشخصية القوية في دورة مميزة جدا عنها على موقع أكاديمية سائد يونس اسمها دورة أسرار الشخصية القوية بتعلمك بالضبط الكارزمة والثقة بالنفس والشخصية القوية وبإمكانك تحصل عليها من خلال الرابط الموجود في صندوق الوصف وتحصل على خصم مميز جدا لفترة محدودة إذا استخدمت الرابط اللي موجود أسفل هذا الفيديو السر الثاني هو أن تضع تاجا على رأس الشخص المقابل في مقولة جميلة بتحكي لك القائد العادي يجعلك تشعر أنه قائد أنه شخص مميز ولكن القائد المؤثر القائد الحقيقي هو الذي يجعلك تشعر أنك أنت الشخص المميز وبنفس الطريقة إذا أنت بدك تحصل على حيز مميز في ذاكرة الآخرين بدك تعطي كل شخص اهتمام كبير تحسسه أنه هو أهم شخص في العالم بالنسبة لك على الأقل في تلك المحادثة في ذلك الوقت تكون مهتم فيه بتسأله باهتمام حاب تعرف عنه أكثر حاب تسمع منه أكثر وهو بيحكي أنت منصط لما يقول وبتورجيه بلغة الجسد أنك مهتم هذا شيء مدهش هذا فعلا له أثر مدهش جدا لما أنت تعطي هذا الاهتمام والتقدير للآخرين ويحسوا أنهم مميزين وكأنك بتحط التاج على رؤوسهم ستتحول أنت بالنسبة له مباشرة إلى شخص مميز بيحب يحكي معك بيحب لقاءك ولا ينسى لقاءك طبعا هذا الموضوع يطبق على كل المستويات كل الأشخاص من مختلف الأعمار ومن مختلف المستويات كل ناس بيحبوا الاهتمام فحتى لو تتحدث أنت مع طفل صغير طفل مثلا بالصف الثاني وبتسأله كيف الصف الثاني الطفل رح يحبك وبنفس الوقت لو بتحدث مع طالب في الجامعة بالسنة الثانية في الجامعة وبتسأله عن دراسته وبتسأله عن حياته وعن جامعته ومهتم فيه وأنت حاب تسمع منه أيضا رح يعتبر أنك أنت شخص مميز ويحب يحكي معك فبغض النظر من هم الناس اللي بتستخدم معهم هاي الطريقة هي طريقة إنسانية في النهاية وتعطي شعور بالتعاطف والاهتمام وهذا الشيء ما حدا بينساه ما حدا بينساه الإنسان اللطيف المهتم السر الثالث ويمكن هذا من أسهل الأشياء اللي إحنا ننساها وننسى تطبيقها هو أن تخاطب الأشخاص الآخرين بأسمائهم كثير من ركز على هذا الموضوع في مهارات التواصل إنك أنت لما تحكي مع شخص تعرف اسمه وتستخدم اسمه ليه؟ لأنه كل شخص فينا بالنسبة إله اسمه هو أهم كلمة موجودة في اللغة العربية يعني أنت اسمك بالنسبة إلك أهم كلمة لأنه لما تسمع هاي الكلمة مباشرة بتنتبه وبتهتم لما تسمع حدا بينادي الاسم حتى لو ما كان بينادي عليك أنت كشخص مباشرة بتطلع على مصدر الصوت فالاسم لكل شخص هي كلمة مدهشة لها آثار عاطفية وآثار مميزة اللي بيصير معنا إحنا لما نقابل الناس ونبلش نحكي معهم حتى لو يحكي لك اسمه في البداية أنت ما بتكون مركز شو بيحكي؟ فبتنسى الاسم بتلاقي حالك في موقف محرج ممكن في نهاية اللقاء أنك أنت نسيت الاسم ومش عارف شو تحكي فهذا موقف فعلا محرج جدا بدنا ندرب أنفسنا والموضوع مش كثير معقد بالمناسبة مجرد ما الشخص حكالك اسمه في بداية اللقاء حاول تستخدم هذا الاسم بأول جملة أو جملتين أنت بتحكيهم معه فمباشرة حكالك الاسم فأنت لما تستخدم هذا الاسم عدة مرات خلال الحوار أول شي هو بيحس بشيء جميل جدا أنك أنت مهتم فيه أنك أنت بتعطيه تقدير وأنك أنت بتستخدم اسمه فمعناته أنت شخص مميز وبنفس الوقت استخدام الاسم عدة مرات يجعل هذا الاسم يرسخ في ذهنك وبالنهاية أنت ما بتنسى اسمه بتتذكر اسمه على طول طبعا استخدام الاسم مهم جدا بس لك تعرف شو الأهم شو اللي له أثر أكبر اللي بيخليك شخص لا تنسى نهائيا أنه بعد اللقاء الأول لما ترجع تلتقي الشخص مرة أخرى وتشوفه تنادي باسمه بحس أنك أنت فعلا إنسان تذكر الأسماء واستخدامها في الحوارات ومع الأشخاص وخصوصا إذا أنت كنت مثلا في موقع إداري أو قيادي وفي عندك ناس تحتك موظفين أو عندك أشخاص أنت مسؤول عنهم بتخاطبهم بأسماءهم هذا الشيء يظهرك فعلا أنك أنت شخص مميز ومتواضع ومهتم بالآخرين هذه هي بالمناسبة المميزات اللي بتخلي الشخص مميز وما ننساه أنه دائما منحس أنه إحنا مميزين في حضوره وهنا السؤال إليك يا ترى شو في أشياء أخرى شو في صفات أخرى أو ميزات أخرى من وجهة نظرك بتخلي الإنسان لا ينسى ممكن من تجاربك الشخصية ممكن هيك تصفن في الذاكرة شوي وترجع إلى شخص محدد مميز جدا أنت بتعرفه بحياتك يا ترى شو هي الصفات اللي ميزته واكتبها في التعليقات خلينا نثري هذا القسم وكلياتنا ننزل نقرأ التعليقات ونستفيد منها لو عجبك هذا الفيديو واستفدت من متابعة هذه القناة اشترك معنا وفعل الجرس حتى ما تفوتك الفيديوهات القادمة طبعا إذا أنت بتعمل اشتراك بالقناة وبتفعل الجرس ما تنسى دائما تختار جميع الإشعارات لأنه في كثير من الأصدقاء بتواصلوا معي بيحكولي إحنا مشتركين في القناة لكن فيديوهاتك الجديدة مش عم تظهر عنها للأسف خوارزميات اليوتيوب الجديدة تقلل الوصول بشكل كبير للفيديوهات حتى للأشخاص اللي مفعلين الإشعارات إذا أنت مش مختار جميع الإشعارات فما هتوصلك الإشعارات وإذا أعجبك هذا الفيديو ادعمه بلايك وشاركه مع أصدقائك وألقاك بالحلقة القادمة السلام عليكم سائد يونس